اشتركوا في القناة المباراة النهاردة كانت بصراحة في شوط الاول منتخب الجزائر دخل بداية متعسرة ودخول صعبة جدا قدر منتخب سيريليون ان هو يحضر كويس اوي المباراة وقدر ان هو يقفل على مفاتيح لها بالمنتخب الجزائري ولكن انا عايز اقول يا جماعة خلينا نبعد عن المطشو شوية شفتم نوعية الارض اللي بيلعب عليها المنتخب الجزائري شفتم معادل مباراة اللي تم اختياره ليه مباراة منتخب الجزائر شفتم برضو يعني عايز اقول النوعية التدخلات اللي كان بتحصل النهاردة على لاعبين الجزائريين شفنا تدخلات صعبة جدا من اللاعب السيريليونين ولكن انا عايز اقول حاجة انا مش بقول اسباب علشان انا نعلق شماعة او يتكون اسباب ليه التعادل ولكن انا بقول ان برضو الناخب الوطني جمال بالماضي عنده عيب كبير جدا ما استفدش من مباراتي بوركينا فاسه في تصفيق اس العالم والتعادل ما استفدش ان هو هيقابل فريق في ارض صعبة جدا وجوه صعبة جدا وشوفنا مدى تأثيره على اللاعبين النهاردة الجزائريين خاصة اللاعبين اللي الجزائريين معظمهم بينشط في اوروبا وبالتالي فعندما تم انتدابه من المنتخب الوطني كانوا يعلموا تماما انه هيلعبوا في الاجواء دي النهاردة المنتخب الجزائري بيبدأ بكل من في غولي وسليمان فيك بالنسبة لي انا مفاجأة اخ جمال بالماضي انت محتاج اللاعبين اللي عندهم اليقى البدنية شوفنا كان شوف صيء جدا ومن حصن حظ منتخب الجزائري ان هو ما سجلش عليه او ما تمش تسجيل اي هداف عليه بل ان هو يعني حفاظه على النتيجة بالتعادل في الشوط الاول كانت يعتبر بسبب معجزة تلات كرات صعبين جدا راح على الرئيس مبلحي ليه ما بدأتش بجمال بالعمري اعتقد ان المنتخب الجزائري اليوم والناخب الوطني ما اعطوش المنتخب السليليوني حقه في الاعداد كان المفروض المنتخب الجزائري يخش المباراة يخلص من البداية لو نفتكر نهاية 2019 لولا الهدف اللي سجله بنجاح في بداية المباراة تصعبت علينا جدا او تصعبت على المنتخب الجزائري المباراة النهاردة انت اديتي الفرصة للمنتخب السليليوني بيتعادلك السلبي في الشوط الاول ومجرد ما بدأت تعمل تغييراتك طبعا على مستوى الرواق وعلى مستوى خط النص النهاردة المنتخب الجزائري افتقد كل من بن ناصر وزروقي ولكن انا عايز اقول حاجة واحدة جماعة هذا التعادل لا يعني شيء يا مجرد بداية واعتقد المنتخب الجزائري يمتلك الخبرات اللي يقدر من خلالها يعود الى البطولة واجواء البطولة المباراةين القادمتين امام فريقين صعبين جدا وانا قلت كده مباراة غينية الاستوائية ومباراة كود ديفور ستكون بمثابة مباراة كؤوس مش مباراة مجرد مباراة عادية محتاج ان انت تصدر مجموعتك ولكن طبعا لا اتفق مع الكابتن حفيز دراجي في هذا الكلام لابد ان تكون بطل ولابد ان تعطي اشارات قوية من البداية انك تأتي للحفاظ على اللغة ولكن اقول برضو شيء اخر على مستوى المباراة شوفنا النهاردة بعض الانانية من بعض اللاعبين خاصة ابراهيمي وابراهيم النهاردة اطيحت ليه كذا فرصة خاصة في شهد تاني كان يدري يخلص بيها بغداد منجاح بعد ما نزل برضو مش في المستوى النهاردة سليماني ما ظهرش خالص النهاردة برضو حاجة اني محرز مكانش في الفورمة او في اللياقة الزهنية بتاعته عندنا كذا علامة استفام على الاداء كذا لعيب يوسف بليلي النهاردة مكانش ده يوسف بليلي لان انا قلت قبل كده من مميزات المنتخب الجزائري اللي بتضعوا دايما في الفوز انهو في حالة غياب الحلول الجماعية بتاعت الحلول الفردية وده اللي كنا بنعاول عليه النهاردة وبالتالي غابت الحلول الدفعية وصول الحلول الفردية والحلول الهجومية ولكن إدر المنتخب الجزائري برغم أنه في أسوأ حالاته النهاردة برغم التقص السيء والنطوبة الشديدة وشوفنا اللاعبين وإرهاقهم برغم كل هذه العوامل ولكن المنتخب الجزائري يدر يطلع بالتعادل وده مش عيب ولا حرام ولا حاجة عيب عايز المنتخب الجزائري والمشجعين الجزائريين والشعب الجزائري يكون عنده ثقة في المنتخب ده اللي هو يستطيع أن يعود إن شاء الله في مباراة غنية الاستوائية القادمة ثم مباراة كودفور اللي هتكون ختام مبارياته في هذه المجموعة ولكن على المنتخب الجزائري اتفادة من مبارتي بوركينا فاسو اللي كانوا في كأس الأمم الأفريقية ومن هذه المباراة وينسى تماما ما حصل في كأس العرب بعض اللاعبين أحس أنهما لسه عايشين الأجواء كأس العرب اطلعوا خالص أفريقيا غير أفريقيا غير كأس العرب أفريقيا مش هتفوز عليها بالسهل طبعا بقول أن المنتخب الجزائري مزالت يعني هو المنتخب المرشح الأقوى ولكن زي ما شفنا منتخب المغرب استظر لحد الديال الأخيرة علشان يدر يتقدم على غانا شفنا المنتخب السنغالي وبهدف وحيد قدر إن هو يفوز فبطبعا كل هذه المنتخبات زي ما بنقول المنتخبات المرشحة والمنتخبات اللي هيكون عنده حز كبيرة ما قدرش أن يتفوز بفوز عريض إن شاء الله نتمنى في القادم للفوز للمنتخب الجزائري الشقير ولكن على زي ما قلت النخب الوطني أن يدفع بكل العناصر الشابة محتاج للعناصر الخبرة يكون في الشوط التاني بلاش الدفع النهاردة شفنا بالعمر لما نزل الشوط التاني بدأ يزبط الأوطار شوية مع مندي شفنا برضو على مستوى خط الوسط برضو نزول كل من يعني بندبكة ونزول بنجاح على مستوى خط الهجوم برضو أعطى توازن كبير عايز أقول برضو فيه من ضمن الحاجات اللي النهاردة بخدها نقاط صيئة على المنتقب الجزائري تضيع الفرص السهلة لابد أن تنتهز الفرص خاصة أن أنت لسه بتلعب أمام منتقب سريليون وأنا قلت قبل كده أنا لا أخشى الكبار ولكني أخشى الصغار لما بيكون بتلعب منتقب صغير ومنتقب عشوية منتقب محدش يعرفه أكيد بيلعب بطل أفريقيا وكل الناس سعلم عن منتقب الجزائري فأكيد هيلعب باستبسال وبدفاع وبالتالي زي ما شفنا النهاردة كابتن جمال بالماضي كان على خط التماس عمالي زعى خاصة في تضيع الفرص السهلة فرص السهلة وعدم يعني اتخاذ القرارات السليمة في منطقة 18 سريليون وبالتالي أتمنى إن شاء الله الفترة القادمة المنتخب الجزائري أو في اليومين الجيين منتخب الجزائري يتدارك هذا التعادل المفاجئ اللي يعتبر أجول مفاجئة في ألكان هو تعادل منتخب الجزائر أم سريليون ولكن أعتقد أن منتخب الجزائر سيعود وسيعود بقوة لأنه يمتلك هذه العناصر لتستطيع إن هي تصنع الفارق في أي مباراة ملاش نزعل ملاش نتدايق إن شاء الله القادم أفضل ونتمنى الخير لمنتخباتنا العربية جميعا وأتمنى أشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة لو عجبتك الحلقة ما تبقيتش على المشتراك في القناة تفيل زال التنبات وعمل لايك وأحب أشوف رؤيكم في الكومنتات أنا محمود المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته